تم تدشين المشروع في إبريل 2019 والمشروع حالياً بيكمل خمس سنوات من التشغيل التجاري أثبتنا من خلال هذا المشروع تنافسية الطاقة النظيفة موثوقية الطاقة النظيفة وقدرة الطاقة النظيفة على المساهمة في مزيج الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا يضيف الأخذبرات والأمكانيات الدولة في تصدير هذه المعرفة وطرق العمل والنموذج التشغيلي المتميز وكذلك الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا على مستوى العالم يعني نحن بيئتنا صحراوية بيئة صعبة بيئة قاسية ولكن أثبتنا أن نقدر نسخر التكنولوجيا للاستفادة من هذه البيئة وتحويل التحديات إلى فرص نمتلك أحد أحدث أنظمة تنظيف الألواح الشمسية طرق متعددة في زيادة الفاعلية زيادة الانتاجية وزيادة كفاءة انتاج الطاقة أما للاستغلات الدولة لاستقبال مؤتمر الأطراف أعتقد بأن الدروس المستفادة وتجربة الدولة الفاعلة في تشغيل محطات ضخمة في دولة أمارات العربية المتحدة وأحدهم محطة نور أبو ظبي يضيف لسجل الدورة نقاط قوية جدا تمكننا من تصدير هذه المعرفة للخارج تمكننا من مشاركة الدول الأخرى هذه التجارب اليوم نحن سعيدين بلقاء وافد صاحبي كبير من تسع دول كان عندهم شغف كبير في التعرف على التقنيات المستخدمة في محطة نور أبو ظبي وكنا سعيدين جدا أن نشارك الدروس المستفادة طبعا جزء من مسؤوليتنا تجاه الآخرين أن نصدر هذه المعرفة لأن في السباق الطاقة النظيفة لا توجد منافسة نحن لازم كلنا نتعاون في النهاية هذا كوكب واحد وأرض وحدة ونجاح التقنيات هذه ونجاح الصناعة هذه تحديدا هي نجاح للجميع